أنا بقى متفائل بإيه فاكرين فييلر لما الأهلي تعقد معاه كان برضو المهندس خالد مرتاجي سافر ومعاه أمير توفيق وراح وفجئنا أن فييلر مدير فاني للنادي الأهلي وجمهور الأهلي حب فييلر حب اسلوب لعب فييلر حب شخصية الأهلي مع فييلر خلي بالك من النقطة دي شخصية الأهلي مع فييلر سواء كأسلوب لعب أو حتى نتائج أو حتى كسكور كبير كان الأهلي بيحقف في بعض المباراة إقصاء كمان سون داونز اللي كان مثلا الأهلي خرج على إيده في البطولة الأبلية في دائرة الأبطال الأفريقية بشكل كان ما نقبلوش إطلاقا فاز بالسوبر مصري الراجل كان ماشي بشكل كويس جدا لحد موضوع كورونا وامراته وكلام من دا يعني فإن شاء الله بإذن الله الراجل دا يكون على نفس الطريق بتاع فييلر الطريق اللي حتى لو كان مدة قليلة للراجل السويس ري فييلر مع نادي الأهلي لكن إن شاء الله دا من خلال مدة طويلة يكون مع الفرقة وبإذن الله بإذن الله حقق نجحات أكتر بكتير وأكبر بكتير ونشوف شخصية الأهلي معا تكون أفضل كمان بكتير بإذن الله تعالى وهقول لكم ليه الكلام دا وإيه اللي بإذن الله حيقدل لكده بإذن الله تعالى لكن الأهم من وجهة نظري إن يكون فيه استقرار على المدير الفني فترة زمنية طويلة ويكون فيه صبر على الراجل إحنا جايبين مدرب بخبرات جايبين مدرب بسي في محترم كل الأمور دي خلاص إحنا عملناها أو النادي الأهلي عملها لكن في نفس الوقت مش في يوم وليلا حتلاقي الدنيا تغيرت بإيجابية طبعا بنأمل في كده ووارد جدا إن إحنا نلاقي طفرة في أداء النادي الأهلي بشكل سريع لكن وارد برضو إن أنت تاخد وقت وهو دا الطبيعي في الكور دا الطبيعي فلازم نهدى وأنا جايلكم في كلامة عشان عندي رسائل مهمة أوى أوى الجماهير النادي الأهلي